كما أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في مصر بنسبة تتجاوز الثمانية والتسعين بالمئة وتزمن موعد انعقاد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام مع الأسبوع الإفريقي للمياه والمؤتمر الهيدرولوجي الإفريقي بما يمثل زخما لمناقشة قضايا المياه على المستوى القري السيدات والسادة تضع مصر المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98% ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزاما سياسيا دقوبا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة موسيقى